موسيقى حسن لغريتلي تعريف سريع ومخرج مسرحي ومدير فرقة الورشة المسرحية ببداية حياته كان حابب يكون ممثل لكن الوصول إلى هذا المبتغى على ما يبدو في أوروبا كان صعب المنال لدرجة أنه قرر التوجه إلى الإخراج درس المسرح والأدب الفرنسي في جامعة بريستول في بريطانيا حاز على شهادة دراسات عليا في الإخراج السمعي بصري من جامعة السربون بفرنسا وبيشتغل بالسينما والمسرح منذ السبعينات يعني لو بدي سلسل كل السيفي الخاص بحسن لغريتلي مش رح نخلص لبكرة الصبح سيد حسن هذا أنت إنه يعرض علينا الصورة تبدولي قديمة جدا؟ لا 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 أنت تقولي أن التمثيل كان صعب لأنه المسرح في الفترة اللي جانا جيت فيها في إنجلترا كان مسرح واقعي وبيشتغل على شخصيات شعبية بريطانية ذات لهجات محلية وتاريخ وواقع فمن مصر مع أني أنا أمي بسكوتلندية بس كان صعب علي أن ألعب هذه الشخصيات وأدخل على علاقة بالواقع البريطاني في السبعينات فتوجهت للإخراج بس مثلت في فرنسا بعد كده لما اشتغلت في اللامركزية المسرحية في فرنسا في الفترة الأخيرة اشتغلت مع فرنسا واسيا فانتاز المخرج والكاتب المستقر في مارسيليا على مسرحية لعبت فيها دور مهرج مسرحي وهي دي من 2013 حديثة نسبيا يعني مقارنة بمثالة بالسبعينات والثمانين مثلا كان نفسي براقص مش ممثل بس ده كان صعب بل بنحكيه في العرض اللي كان اسمه في الأول يا ليلي عين وبعد كده اسمه أهل الفن دلوقتي العرض ده بيحكي كل واحد فينا بيحكي قصة شخصية وأنا بحكي فيه إزاي وأنا صغير أبويا ما حبش قوي فكرة البالي حتى البالي؟ وأنا عندي ست سنين كنت في فصل البالي مع بنات وأبويا اللي كان منفتح جدا لأن الموضوع صعب شوية فسحبني من فصل البالي وأنهى على الكارير بتاعي كراقص فبتدي تهتم بالسينما وبعد كده بالتمثيل والمسرح بس كان ممكن أنه ترجع تستعيد هذه الرغبة ولما كبرت وانفصلت أنا عملت فرقة لفنون عملت فرقة في ملاوي في محافظة المينيا في مصر اسمه مركز متحد فوزي لفنون العصى بنعمل تحطيب المبارزات بالعصى والرقص بالعصى وعملنا عروض في باريس في الميزيدي كيب غالي في مارس 2018 وروحنا متحف في اللوفر في بوضابي وكده وراجعين فرنسا ما باقرين هلأ أول ما وصلت سيد حسن لجريتلي قعدت تحكي لنا ساميرا وأنا عن المشاريع المقبلة فابتديت أسجل أسجل بعدين صارت اللائحة طويلة جدا 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 ما بعد فكرت أنه ممكن نحكي عن العرض اللي تمكننا من مشاهدة مقاطعه عبر يوتيوب واللي هو نوديفا أو أهل الفن من قرنية اسماعيل ياسين عيني علينا يا أهل الفن يا عيني علينا هو على ما يبدو أنه مستوحى من كتاب هذا العرض آه يعني هي الفكرة جت بمناسبة الاحتفال بترجمة كتاب لمية زيادة اللي هو يا ليلي عيني اللي هو بيحكي تاريخ الغناء والسينما في مصر في الربع الثاني والثالث من القرن العشرين وهو كتاب مرسوم يعني هي بترسم من الكروت الكروت البوستال الصور بتاعة الفترة دي رسمها بالألوان وفي نفس الوقت هي بتكتب بشكل يعني مثير عن حياة الفنانين فالكتاب يعني موثق بشكل غني جدا جدا وأنا حبيته بس في نفس الوقت اتجهت الفكرة أنه نحكي ذكرياتنا الشخصية يعني عملنا رهيب آه يعني في الأول قلت في الأول نعمل كان بمناسبة الاحتفال بالترجمة اللي طلعت في بيروت في مكتبة أنتوان للكتاب لأنه مكتوب بالفرنسية وبعد كده بعد ما عملنا الاحتفالية قررنا نغير اسم العرض لأنه ما هوش يعني هو استلم الكتاب بمعنى أنه طلعت الفكرة نتيجة وجوكة المناسبة هي ترجمة الكتاب بس العرض بيحكي عن علاقتنا إحنا كأربعة حكائين مش بالضرورة محترفين يعني كل واحد فينا بيحكي عن قصته على علاقة بالممثلين والفنانين بتوع الكتاب بيحكي عنهم أقترح مازن الخليل حضر لنا جزء كمان من أحدى هذه الحكايات نستمع لها بسرعة وأنا عمد الحكاية بلاشت في ديسمبر 1974 لما أبوي أخذ قرار كتير كبير في حياته أنه يروح من بيت لحم لبيروت عشان يشوف فريد الأطرش ويتصور معه بما أنه الحدود مسكرة بين فلسطين ولبنان فاضطر أنه يسافر من فلسطين للأردن لسوريا عشان يوصل للبنان فرح نزل في قوتيل في غرفة صغيرة في قوتيل بسيط واتفق مع مكوجي عشان يعطيه كل يوم بدلة شكل واتفق كمان مع اثنين مصورين أنه يرفقوا بهذه الرحلة أنت بتوقف هون وأنت بتوقف هون سيارة فريد الأطرش تمرق بالنص بنزل منها فريد أنا بهجم عليه بتباشروا تصوروا فيه تا 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 بتضلكوا ضغطين على الزر الكاميرا كأنكوا مسكين كلاشين كوف أول ما وصلوا لقوا ناس كتير ملتمين فأبوي فرح قال لك إيه شكله فريد الأطرش إيجا لسه ما كمل الجملة ولا بطلع فبقولهم فريد الأطرش بالفعل وصل مبارح في الليل كان كتير تعبان بس اليوم الصبح توفى ونقلوها الآن على القاهرة يعني قد سمعت هذه الحكاية من عيسى مراد مرة في الحياة الوائعية ولم أدرك أنه سيخبرها بنفس خفة الظل وده كان الفخ يعني أنا ربطله وأنا بفكر هنتعامل إزاي مع الكتاب وقلت ريسى تكونش عندك قصة شخصية يعني لها علاقة بموضوع الكتاب وأنا ما جرقتش أني أفكر في قصتي فوردت عيسى فحكالي هذه القصة الجميلة جدا وزاي أنه دع أبوه بعد 40 سنة في ذكرى وفاة فريد الأطرش إلى مقابر الإمام الشافعي ولقى كل المعجبين بفريد الأطرش بعوادهم قاعدين في المقبرة مستنين أنهم يغنوا لما عارفوا أن عيسى مايسترو وعازف عود مهم فأصروا أنه هو اللي ينطلق قال لهم بسألة أنا بعرض في مسارح ما بعرضش في مقابر قالوا له يا عم ده فريد الأطرش ده الربيع ده الحب فعزف الحياة حلوة في المقابر حلو قوي فده فتح لكل واحد فينا قصته يعني أنا حكيت قصتي مع الرقص مع سينمات الدرجة الثالثة في القاهرة مع اكتشافي للتمثيل والمسرح وكل واحد وقاية راوي بتحكي إزاي حبة الرقص الشرقي وإزاي يعني تعلمته في أسبانيا لأن في لبنان كان صعب أنها تبقى راقصة شرقية أو حتى تهوى والكاتب اللي مشاها معاه حكا إزاي إزاي سموه لأنه تولد يوم العيد الكبير فجدته قالت مش حالف نسميه عرفات قال له بس ده وزنه ما يطلعش كزا نسميه عرفة واحدة وبعدين قال له لأن نسميه عيد وبعدين هم رايحين يسموه سمع أغنية فيروز خلينا نكفي أنا تولدتي موافة عرفات جدي أبومي أقسم بله يسميني عرفات ست أممي قالت الوقت ده ما يعديش اتنين كيلو لربع عرفات دول كتير عليه إحنا نسميه عرفة واحد بس ست أمم أبويا قالت إحنا داخلين على عيد إحنا نفرح بقى جماعة إحنا نسمي الوقت ده عيد أبويا وخالو تاني يوم الصبح نزليني راحين على مكتب الصحة يسجلوني محل بيبيع تالج مشغل على الراديو غنوة الفيروز خال أبويا قال له بس شادي أنا وشادي أنا شادي لما كبرت وامي حكيت له حكاية دي حمدت ربنا إن فيروز ساعتها مثلا ما كانتش بتغني حنة ساكران وفضلت من ساعتها ونحسس بدين فرقابة اتجاه فيروز في 2018 حسن إداني كتاب بتعيالي العين لم يا زيادة من وسط النصوص اللي بتتكلم عن النجوم كان فيه نص عام فيروز جرجرني في 2018 ووقفني على خشبة المصر عشان أحكي عنها وعني في 2019 اتعرض عليك تب فيلم بيتكلم عن النجوم النجوم اللي بتخصيني وبتتمس مع حكاياتي النجوم اللي بس مع صدق إفهاتهم وأغنيهم في فرقة الورشة اسماعيل وشكوك وزنات ضي النجوم طول الوقت بيبرق في السماء بس الحقيقة إن النجوم دي ما بقتش موجودة إلا جوانا هذه المقاطع ساميرا تم العمل عليها يعني ما زي نقصرها لأنه حتما نستغرق كتير وقت ولكن كلها موجودة على على يوتيوب بانتظار أن يخرج العمل بسارح بس انت كده يعني عايشتنا في أجواء بجد جميلة جدا لإنما اتكلمت انت عن الكتاب ده وخاصة للعرب اللي يمكن تربوا أو تولدوا في الخارج كلنا يمكن تربين على الأفلام دي أو على الفن الجميل ده اللي بنقول عليه الزمن الجميل وكلنا يمكن اتعاملنا بطريقة مختلفة حسب ثقافتنا المتعددة وهنا بتروح بينا أبعد كمان يمكن من الكتاب لأن ما بنسمع الناس دي باللهجات المختلفة بيحكوا عن قصصهم إزاي عاشوا الفن ده الواحد بيحس نفسه كأنه بعيشوا من جديد وعايز كمان يتعمق فيه أكتر فأنا عايز أعرف إزاي يعني حضرتك قدرت تكمل المشوار الفني ده ما بين كل الثقافات دي كنت ممكن تبعد تروح على الفن البريطاني مثلا أو الفرنسي وتغوص في المجتمعات دي وتبعد شوية عن الفنون العربية دي إيه اللي خلاك تغوص فيها أكتر؟ إيه اللي وداك هناك؟ إيه اللي رجعك لبنائك؟ آه متهيالي إن أنا يعني أنا سبت مصر بفترة صعبة جدا عشان أتعلم في الجامعة في إنجلترا اللي هي فترة سبعة وستين يعني أنا سفرت في سبعة وستين وتعلمت وبعد ما تعلمت مصر جيت عشت كملت الدراسة في فرنسا وبعدين اشتغلت في فرق قومية لا مركزية في فرنسا في غان في إقليم بغتاني وفي ليموزان وكده وكل لما غصت زيادة في المجتمعات دي كل لما رغبة في إني أرجع يعني أنا كنت عارف إني جاي أتعلم صنعتي وأول ما يبقى عندي صنعة في إيدي هرجع مصر يعني ما كنتش بفكر أبدا أبدا في الهجرة حتى لو كنت في سبعة وستين زهان يعني اللي عايز يعرف اللي كان بيصل فيلم العصفور بتاع شاهين بيحكي وبعدين حصل النكسة يعني كانت فترة صعبة جدا وكان فيه كنترول غريب على الجامعات كنترول سياسي بوليسي وكده فأنا كنت سعيد جدا إني أبعد عشان أتعلم بس يعني كل لما قربت من من الإحساس بأن أنا في إيدي صنعة كل لما الرغبة جات أنا فاكر فيه صديقة مثقفة مصرية في باريس لما كنت بعد أتكلم على العودة وبتاع كنت قلت لي بص ما تقعدش تتكلم على الموضوع في يوم الأيام هتلاقي نفسك راجعة ففي مرة معدي قدام محل أرميني كده بيعمل حلويات شرقية شميت ريحة البقلاوة يعني حصل الإحساس ده أنه قد جاء الوقت يعني فرجعت واشتغلت من ساعتها واللي خلاني أدرك اللي أنا كنت الغنى اللي أنا جاي منه يعني من الثقافة اللي إحنا منها حتى لو ثقافتي مخلطة زينا كلنا يعني هو وجودي خارج مصر وشغلي داخل المجتمعات الأوروبية واقترابي كمان من طبقات مختلفة عن الطبقات الفن بيخدم عليها يعني وكده لأني اشتغلت في أقاليم خارج العاصمة ففكرة الله مركزية اشتغلت في أقاليم اشتغلت في ما يسمى بالصحراء الفرنسية اللي هي المنطقة اللي ممكن تخدي من أورليان تولوز بوردو في مسلس كده ريفي فقير وصعب شفت فلاحين ما بيتكلموش فرنساوي يعني أنا شفت في الليموزا ناس عواجيز بيتكلموا أكسيتان ممكنش عندي أي فكرة عن وجود هذه الحياة الأخرى في أعماق فرنسا فده اللي برضو يعني الورشة فرقة الورشة المسرحية بدأت الأفكار الخاصة بيها تختمر هنا في فرنسا من الأشياء اللي بتهدم فيها فرقة الورشة المسرحية كل عمل مستقل أنتم داعمين لكل شي مستقل ولا نحن عم نحكي أن نحن وساميرا برا قلت أنه كلمة مستقل كتير ضحكتنا هي تعتبر كفر اليوم آه يعني بقى لأن أنت في مصر لازم تبقي تابع لما بتسئل أنتوا تابع مين يعني إيه مستقل بقولهم تابع ربنا يعني وفيه لما لما بقناش الفرقة المسرحية المستقلة الوحيدة في مصر عملنا احتفال مع الفرق الأخرى المستقلة أو أيامية كنا نسميها الحرة مش كده حرة مستقلة فعملنا احتفال في النادي اليوناني في وسط القاهرة وبهذه المناسبة صديقة عملت لنا إعداد بالعامية المصرية عن القصيدة بتاعة لافونتين بتاعة الديب والكلب اللي هو الديب الرفيع التعبان وكده بيشوف الكلب التخين السمين المأمع كده فنفسه يبقى زيه فبيقوله أعمل إيه عشان أبقى زيك فبيقوله يعني تضرب النمس الفقيرة وتعود الناس اللي ماس يبقى عصايا طبعا المتسولين وتلحظ فأصحاب العطاية في مقابل إن نصيبك من عضم الدجاج والحمام يزيد ويزيدك فالديب مثار وعايز يعني أعمل طبعا أعمل إيه وبعدين فجأة بيلاحظ حاجة فرقبة الكلب فبيقوله إيه ده اللي فرقبتك فالكلب بيقوله ولا حاجة بيقوله ولا حاجة إزاي بيقوله حاجة بسيطة بيقوله لازم تقول بيقوله الفرقبتي ده علامة قديمة جايز من الطوق اللي مربوط أنا فيه مربوط قوله الديب هو أنت مش بتروح المترح ما أنت عايز قاله يعني مش دايما مسألة مش ذات أهمية قاله ده عندي ذات الأهمية قبل الطعام ومسمصة العضام لو نايبي في الطق عجل أنا برضو مستغني عن إذنك وراي مش ورهام حبيت لفونتيني العامية المصرية هود عيسى دكتورة هود عيسى آه عملا لها داد آيوة آيوة جميلة آه فدي كانت شوية ده اللي يفهم بعد آه فهو ده موضوع يعني إن الفن والحرية يعني لما لما الثورة في 2011 بتدت بتدت بالتعبير الفني يعني الناس بتدوا يكتبوا حاجات ويقولوا حاجات ويحكوا البعض في الميادين في التحرير وكده يعني بتدت فنيا قبل ما يحصل أي حاجة تانية أنت وين كنت شو كنت عم تعمل وقته حسن لجريد كنت في القاهرة بروح التحرير وبنفكر وصورنا جزء من فيلم جميل اسمه حلم شهرزاد عمل ومخرج من جنوب إفريقيا مهم عن الحياة في المنطقة ما بين تركيا ومصر في الفترة دي فكنا بنصور في التحرير وكده والفرقة بتاعة العصايا بتاعتنا جات برضو واحتفلت في التحرير بالصورة وكده بس يعني كيف بيحكي القصص حكاء حقيقي وجمعت على المسرح بهذا الفيديو الذي شاهدناه مجموعة حكائين كمان يعني ما أهمية إنه الناس تيجي تحكي أخبار هالأدل الخاصة والشخصية بإنفعالات إنه في يتأثر عن الناس أنا متهايلي إن فيه احتياج يعني فيه فن جديد يعني دايما بيتقال المسرح المسرح أبو الفنون طب مين أبو المسرح ما هو الحكي أبو المسرح يعني المسرح الأوروبي اتولد في اليونان من الإليازة والأودسة المسرح خاد القصص مش كده وعملها مسرحيات بس الحكي موجود من قبل المسرح ومتهيلي إنه في المجتمعات المجتمعات القديمة المجتمعات البدائية تاريخيا يعني كان الحكاء بيلعب دور أساسي وفي سيوة في واحد سيوة في مصر على الحدود الليبية فيه سوء تعمله يعني على المحلات كلها بالعربي وبالإنجليزي وفيه محل منهم مكتبين حكاء يعني كان فيه في السوق محل بيقعد فيه الحكاء يحكي فالحكائيين من الشخصيات زي الشاعر مش كده من الشخصيات الأساسية في المجتمعات ف اختفى شوية وبقى فيه التليفزيون والسينما وبتاع بس فيه عودة للحكاء وأنا رأيي أن الناس محتاجة تسمع حكاياتها لأن اللي بيحصل وانت بتحكي أن انت كلما تحكي قصة مهمة بالنسبالك كلما بتوصل للآخرين وبتحرك عندهم مشاعر وذكريات وبتكسر سيطارة الفنون اللي بتلعب في دماغنا دي يعني الناس محتاجة تصدق والحكاء ما هو قصده يعني يعني ما فيش ما هيستخبى فين ما فيش أي وسائل أخرى مساعدة حسن الجريتلي انت فين من السينما والتليفزيون اللي تكلمت عنها من تكلمت عنهم يعني من لحظة انت فين من الثقافة دي المينستريم اللي هي بتعبي أفكار أفكار غريبة يمكن في في مخ الناس أنا بحب السينما جدا جدا ولما كنت عايش في فرنسا كنت في باريس بالزال كنت روح السينما كل يوم أيام كان فيه مئات السينمات في الكارتير والحيطة دي تعاونت كمان مع يوسف شهين واشتغلت مع يوسف شهين من من 84 ل 87 اشتغلت في الوداعي بونابارت واشتغلت في اليوم السادس وفي اليوم السادس ابتديت اشتغل معاه على السيناريو في كتابة السيناريو وبعدين في يوم قلت له بص يا جوم محدش يقدر يكتب معاك يعني أنا ممكن اناقشك لأنه يعني هو بيحتاج دايما لأنه يتناقش لحد ما تطلع الأفكار وتوضح في دماغه وكده فأنا كنت بعمل ده معاه وبعدين لما جينا نكتب كنت بلاقيه دايما بلق سكة كده خاصة بي وأن الحاجات اللي أنا شايفها مهمة مش بالضرورة مهمة بالنسبة له فقلت له بص انت اكتب وأنا هساعدك فساعدته في كتابة اليوم السادس وهو بيبقى دايما عنده اتنين مساعدين واحد اللي هو متولي تنظيم الفيلم وانه واحد التقنية والبرنامج وكده وإحنا كنا بنسميه المساعد العتال يعني الشيال اللي هو كان شخص جميل زكي فاطين عبدالوهاب ابن فاطين عبدالوهاب وليلة مراد شخص رائع وأنا كنت كنت يعني المدلك مش كده يعني كانت شغلتي أدلك روح يوسف شهين عشان يطلع اللي عنده في السيناريو وكده فكنا احنا الاتنين شغالين مع بعض وبعدين في تنفيذ الفيلم كنت أنا متولي الشغل مع الموسلين وتوليت تدريب دليدة لأنه كان عندها مشكلة في اللغة العربية بما أنها كانت عاملة دور جدة يعني شعبية فكان دايما في مشكلة أنا هي بتتكلم عربي كويس بس عندها مشكلة في العين وفي الحا واشتغلنا جامد جامد لدرجة أنه حتى لما الفيلم تصور جات لي أنا فكرة قلتها الشهين أنه نعملها دبلاج بممثلة كويسة بس صوتها مش معروف يعني ولقينا الممثلة دي ووافقت بس دليدة قالت لا أنا اللي هدبلج نفسي فجيت صيف كامل أشتغل معاها في بيتها في المومات وسجلنا تاني يعني عمل الدبلاج تاني برضو في رأيي كان فيه مشكلة بس يعني أدي الله ودي حكمته يعني هي كان ممثلة كويس لا أنا يعني لو فيه سينما بتتعامل بشكل جماعي في مصر يعني أنا اشتغلت مع يوسري ناصر الله في أول فيلم عمله اللي هو سرقات صيفية واشتغلت كتير مع مخرجين شبان وأنا بشتغل مع مخرج تسجيلي شاب يعمل دلوقتي مسلسل مهم أنا بحب السينما جدا بس بحب الشغل في فريق يعني فمكتب يوسف شهين كان أقرب حاجة في مصر إلى هذا بس ما كانش يعني بشكل كافي بتحب السينما ما بتبقى قريبة من المسرح يعني شغل التروب بتاعت المسرح العيلة بس خلي بالك السينما الإيطالية العظيمة كان بتتعمل كده الكوميديات الإيطالية كان بتتعمل كده يعني يعني ما بحبش السينما اللي هي السينما التجارية الكبيرة بس في السويد المخرجين بتاع المسرح بيعملوا سينما بفرق واحنا عملنا فيلم من من كم يوم اسمه يعني دخلنا احنا عندنا من المواضيع الرئيسية اللي بنشتغل عليها موضوع الميوزيك هول فبنشتغل اشتغلنا فيلم عن الفنانين الكوميديانات المصريين اسماعين ياسين وزينات صدقي وعبد السلام النابولسي وكده في الخمسينات عن وصولهم بصعوبة شديدة إلى النجومية ثم نهايتهم التعيسة كلهم والفيلم مؤقتا اسمه ضحك كالبكاء وبتمانتج اليومين دول وخدوا فرقة الورشة يعني قبل كده حصل لي الموضوع ده ان الجماعة بتروح ساعة القلبك اللي كانوا بيعملوا برنامج ساعة القلبك في الإزاعة زمان ده بشكل مصف تلقائي كده في كل أنحاء مصر الراجل اللي كان بيكتبلوهم قال لي في مرة قال لي فرقة الورشة بتفكرني بفرقة ساعة القلبك اللي كان فيها فؤاد المهندس وخيرية يعني ناس كتير من الكوميديانات المهمين فهم الكاتب السيناريو اللي هو شادي عاطف اللي اسمنا بيتكلم عن الكاتب اللي بتاع بأن فرقة الورشة كأنها هي الناس دول في بداياتهم فبيعملوا حديث معانا في المطبخ وأثناء الاستراحات وكده عن حياتنا وصعوباتنا في الحياة وبعدين بنغني وبنحكي مواد بعضها له علاقة بالفن وبحياتنا احنا وبعضها من السكتشات والأغاني بتاعت الناس دول زي سكتشات سماعين ياسين عايز أروح ما تروحش كده يعني حاجاتنا فيعني أنا لو علايا أشتغل سينما وبشتغل طول الوقت مع تامر عيسى المخرج التسجيلي عملنا فيلم عن عن السيرة الهلالية وتناقل السيرة مش كده يعني احنا مش عالين على فكرة التناقل التراث يعني اللي هو عملية معصرة مش عملية قديمة فيه فيه مؤلف موسيقي كبير مالر عن عن رجل يعني مثقف وفيلسوف وعلامة من عصر النهضة بيقول التراث هو تناقل النار وليس عبادة الرماد فإحنا بنحاول يعني نخلي الشعلة دي اللي هي حية جدا تستثمر في المستقبل يعني الماضي في خدمة يعني كوبيشتيبل مش كده كوقود للمستقبل مش المستقبل القريب جدا معنون تفتغله على المدى البعيد جدا حسن لجريتلي هنا في فرنسا قربنا شوي على ختم هذا اللقاء لحينا لحينا شوفت صغير يعني احنا احنا مش عايزين نسيبك تمشي عصير مشاريع مقبلة هنا في فرنسا يعني في عندنا جولة لفرقة مركز متحة فوزي لفنون العصى في جو فيزي يوم 30 نوفمبر في نانت يوم 2 ديسمبر في ليون يوم 4 ديسمبر في محدثات مع معهد العالم العربي بخصوص الحكي في المعرض اللي بيعملوه عن النجوم في 2020 في عشان يمشي مشروع لازم يبقى فيه خمسة ستة يعني انا مش ماشي بنفس السرعة في كل المشاريع بس لازم يبقى دايما فيه بدائل لان الحياة حياة الفرق المسرحية صعبة جدا يعني عشان ما يبقاش محكوم عليكي بالنجاح اللي هو مش مؤكد مش كده ده موضوع بتاع بتاع ربنا المهم انو هم نتحرك الحركة باركة محكوم عليكي من خير زمان كنت نفسك تبقى راقص بالي لا مش بالضرورة واضح واضح ما كنتش بقى رفع الحكي الأول الحكي الأول مش كده اللي بعد دا اللي هو المونودراما القصة حياتي نحنا رح نشوفك مؤكد إذا مش نحنا بهوى الأيام بمونتي كارلو برارا وتكرارا من الأنف سعيدا شكرا كتير حسن لجريتلي لمجيئك نبسطنا تعرفنا عليك وعلى يعني مرور سريع كان على معظم الأشياء اللي بتعملها وكان عليها ما قلناش كنت عايزة كنت عايزة أقفل الباب دا بالترباس ما خليكش تطلع من الستوديو ما خبب عليك يالله منتمنى لك التوفيق خلينا دايما على علم والطلاع على كل مشاريعك المقبلة ومنتمنى لك التوفيق شكرا كتير شكرا شكرا شكرا